بل لكان الأنس بإقراءة قرآن وتدبره أعظم لحظاته وألذ أوقاته وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلف يقومون الليل يقرؤون القرآن لأنه كان يصل يقوم الليل حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام قال عثمان رضي الله عنه لذلك المسلم إذا جاء رمضان وشهر قرآن وادهي الله النفوس حتى أصبحت مقبلة عليها أن يستغل وقته في قراءة قرآن وتدبره لذلك عندما مصر رمضان يأتي و الله سبحانه وتعالى لذلك يجب أن يكون قرآن وتدبره على القرآن وذلك يجب أن يستخدم كل هذا الوقت في رسالة قرآن وتدبره عليكم و بالجناس كلمة